موسيقى 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 المهمة هذا الجليتش لو طيحت فيه مستحيل تكمله اللعبة اللي يسير راح توصل المكان معين في نصف اللعبة وتلقى هذا الباب اللي شايفينه قدامكم ولكن قبل ما تدخل اكيد راح تقول النفسك لازم اخزن لانه التخزين من مكان المكان مرة طويل وايضا فيه مراحل مرة صعبة فلازم تضطر انك تخزن عشان تضمن نفسك ولكن المصيبة اذا خزنت وحملت اللعبة من جديد راح تلاقي هذا الباب مقفل وهذا الباب هو اللي يديك لمناطق الجاية بس ولكن مدام انك لقيته مقفل ما يمديك تسوي ولا شيء فتضطر الحل الاخير اللي تسويه انك تعيد اللعبة الجديدة وتحذم التخزين حقك وتبدأ من جديد وهذا انت موصل في نص اللعبة وحلية الغاز كثيرة بس ولكن فيه ناس كثيرين طاحوا في مصيبة كبيرة وهي انهم يحسبون انه الباب هذا مقفل بسبب لغز وتلاقيه يرجع لين بداية اللعبة ويقلب ويقلب ويضيع الاف الساعات عشان يحسبه بالنهاية انه الباب هذا اللغز بس ولكن ما يدري انه كليتش في النهاية لعبة جي تي اي فاي سيتي اللعبة اكثر من رائعة واللي تعتبر اسطورية ولكن فيه شي واحد خرب ام اللعبة والمصيبة الكبر في مصنع الاسكريم لما توصل المصنع الاسكريم تقدر تشتري المصنع واذا شارت المصنع تقدر تخزن لعبك ولكن لا تخزن ابدا في المصنع الاسكريم لانه اذا خزنت وعملت تحميل للتخزين راح يعلق اللعبة بالكامل وكل مرة تسويها ويتحمل اللعبة من جديد راح يعلق اللعبة ولازم تعيد تشغيل اللعبة والحل الوحيد عشان تصلح الغلطة هذي انك تحذف التخزين وتبدأ من جديد صحيح انه شكل المصنع مرة لذيذ لانه فيه اي سكريم كبير فوق المصنع بس لا يغرق الاي سكريم لانه هيودك في ستين دهية ابعد عنه ولا تشتريه لعبة دونكي كونج كونج كونتري 2 اولا اللعبة جدا صعبة وفيها قليتش ستوري القليتش يحصل فيه كاسل كرش وكان لازم تسوي شي معين لازم تشيل البرميل وتروح عند الجدار وتنزل البرميل وتشيله على طول واذا بتعرف انه القليتش زبط تلقى القليتش برميل بس ولاك البرميل مختفي وعشان تفعل القليتش لازم ترميل البرميل وتكسره بعد ما تكسر البرميل هيبدأ القليتشات تطلع لك مرة تصير دينوسور مرة تصير التمساح مرة يختفي الالوان مرة تتقلب مرة تروح مرحلة ثانية هيخبص خبصة كاملة ويام زمان على ان السوبر نيتندو كانت الاشرطة كاتريج وكانت تحفظ التخزين حقك وسط اللعبة فسبب هذا القليتش القوي ممكن يخرب لك اللعبة وايضا في بعض الناس اشتكت انه خربت للسوبر نيتندو بكبر يعني تخيل القليتش ممكن يخرب لك الجهاز عشان كذا القليتش هذا اعتبره سطوري وايضا من قوة القليتش هذا اذا سويته على ميليتر يعني شغلت اللعبة على البي سي وحملته سويت القليتش هذا ممكن يفقع لك البي سي فانتبه من قليتش هذا زمان قبل النت كان تيجي دسكات ديمو في معظم مجلات الالعاب وفي اصدار 2004 لمجلة اندقراوند جاء معاها الديمو للعبة فيتوفل جو والدمو هذا لو شغلته راح يشتغل لك اسوأ كابوس لأي جيمر وزي اي واحد تلاقيه متحمس ويطلي عقل الديمو دسك ويشغله وتلاقيه يتنقل من الالعاب الليل لما يوصل للدمو حق فيتوفل جو اول ما يشغل الديمو انت كذا شغلت الكابوس فايش راح يسوي تلعب الديمو عادي وكل شي وتخلص وكل حاجة يوم تخلص منه وتقوم تشغل الجهاز من جديد راح تمر على الميموري حقك اشان بس تشوف التخزينات حتلاقي انه حذف جميع التخزينات حقتك فمنجرد انك بس تشغل الديمو دسك او تشغل اللعبة الديمو حق فيتوفل جو راح تكل التخزين حقتك جميعه تنحذف يتفرمت الميموري كارد حقك واي ميموري كارد في الجهاز راح يتفرمت تلقائيا فهذا يعتبر ممكن اسوأ قليتش في عالم الالعاب او في تاريخ الالعاب لانه تخيل لو كل الاشياء حقتك تنحذف يعني التخزين حقتك انك مطلع جميع الاسلحة وكل حاجة وجايب عشرة مليون في جراند ومسوي كل شي ومخزع وايضا عندك تخزينه لاصعب لعبه ومخلص اللعب على الهارد ومسوي اشياء كثيرة كل هذه راحت بمجرد انك تشغل ديمو للعبة بيوتيفل جو وكذا نوصل الى هذا المقطع واذا كان فيه اي قليتش طحت فيه يلا تكتبني اياه في الكوميت والله يكون في عون اي واحد يطيح بقليتشات زي هذه القليتشات البايخة واذا عجبك المقطع لا تنسى ضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة كان معكم عمران حازمي ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة